بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسلام تسليما كثيرا أيها الأحبة ما هي قوانين وأسرار الرزق الحقيقة هذا الموضوع مهم جدا ويغفل عنه الكثيرون الله سبحانه وتعالى قدر الأرزاق ولكن قدر أسبابها ومن أسباب الرزق معرفتك بقوانين الرزق إذن الله عز وجل عندما يريد أن يرزق إنسانا يرزقه معرفة سر الرزق طيب قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم نأخذ مثال من الماضي ومن الحاضر سيدنا موسى كان لديه أتباع كثيرون منهم قارون يعني كان مؤمن وكان رجل صالح وآمن بالله سبحانه وتعالى وآمن برسالة سيدنا موسى ولكن هذا الرجل الله أعطاه أسرار وعلوم الرزق يعني القوانين التي يستطيع من خلالها أن يستخرج الكنوز نحن نعلم اليوم اليوم أحبة الله هناك أجهزة بترددات معينة تستطيع أن تخبرك أن هنا في هذه المنطقة يوجد آثار هنا يوجد كنوز هنا يوجد ذهب هنا يوجد نفط هنا يوجد معادن هنا يوجد كذا فهذه علوم حتى اليوم يستخدمون الأقمار الصناعية في ذلك في الماضي ربما كان هناك شفرات معينة أساليب معينة يستطيع أو قوانين معينة يمكن أن تكون قوانين رياضية مثلا يستطيع من خلالها أن يتعرف أن هذه المنطقة فيها كنوز مخبأة فيستخرج هذه الكنوز ثم يبحث بطريقة معينة بعلم معين يعني هذا العلم اختص الله به قارون ولكن هذا الرجل عندما خرج على قومه في زينته وعندما كان يفرح ويلهو ويتكبر ويفتخر بسبب هذا المال قال إنما أتيته على علم عندي يعني انظروا قومه ماذا قالوا له قالوا في البداية نأتي من القصة بالقصة من البداية إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم طغى تكبر لماذا؟ الرزق الكثير في آية أخرى قبل أن نكمل فقط أستحضر معكم آية أخرى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض إذن هنا نستطيع أن نأخذ قانون أن كثرة الرزق هي سبب للطغيان أحذر أخي الحبيب كثرة الرزق هي سبب للطغيان غالبا ليس دائما غالبا معظم من يملك المال تجد أنه يستخدمه خارج طاعة الله وقلة قليلة فقط هي التي تستثمر هذا المال وتستخدمه فيما يرضي الله إذن هذا الرجل تكبر وطغى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز انظر كلمة آتيناه يعني الله هو الذي أعطاه العلم الذي يستخرج به هذه الكنوز وآتيناه من الكنوز لم يقل هو الذي بحث هو الذي اجتهد هو الذي درس هو الذي سهر لا لا آتيناه هنا ملمح أيضا قبل أن نكمل أي نعمة أنت فيها أخي الحبيب إذا كان لديك علم شهادات عليا مال إذا كان لديك أي نعمة يجب بينك وبين نفسك أن تقول الحمد لله الذي آتاني وأكرمني بهذه النعمة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة المفاتيح يعجز عن حملها الأقوية العصبأ للقوة فما بالك بالكنوز كم حجمها ربما تساوي مليارات ربما أطلان من الذهب يعجز الأقوية عن حملها إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين المقصود الفرح بالدنيا بالنسبة للمؤمن يفرح بلقاء الله يفرح برحمة الله لا يفرح بشيء زائل وبالتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا الله أحل لك كل المتع الحلال طيب لماذا تتكبر يجب أن تتواضع ماذا قال هنا أيها الأحبة قال كلمة استحق أن يخصف الله به إياك أن تقولها أخي الحبيب هذه كلمة مهلكة أهلك تقارون إياك أن تقول أنا أنا من جئت بهذا المال أنا بذكائي كذا جئت بهذا العلم أنا بسبب شهرتي بسبب سلطتي بسبب العلم الذي اكتسبته جئت بهذا المال لا لا إياك أن تقول ذلك دائما قل الحمد لله دائما رد العلم لله قال إنما أوتيته على علم عندي هنا طغى وكفر وتكبر ولم يرد العلم لله عز وجل الذي خلقه ورزقه قال لا أنا قال إنما أوتيته على علم عندي هنا الله سبحانه وتعالى يقول أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة أهلك من قبله من هو أكثر جمعة للمال والعلم وأشد قوة طيب هنا أخي الحبيب عندما خرج في زينته ضعاف القلوب قالوا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون وهذه كلمة مهلكة إياك أن تقول يا ليت لي مثل هذا الغني يا ليت لدي سيارة مثل فلان يا ليت لأ يجب أن تتمنى رحمة الله عندما ترى شخص ذو علم يصلي يصوم يتصدق يدعو إلى الله شخص يحفظ القرآن هذا هو من يجب عليك أن تتمنى أن تكون مثله لأن هذا من أصحاب الآخرة أما المال سيفنى ويبلى وتتركه وتذهب بمفردك ستأخذ معك عملك فقط فهنا يتدخل الذين أوتوا العلم في هذا الموقف الذين يريدون الحياة الدنيا ماذا قالوا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون إنه لذو حظ عظيم اعتبروا أن المال هو كل شيء وهنا أيضا قبل أن أكمل كثير من الناس يقول لماذا أدعو ولا أرزق لماذا رزقي قليل طيب يا أخي هل أنت خير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لو شاء الله لأنزل عليه كنوزا لآتاه جنات تجري من تحتها الأنهار لجعل له قصورا ولكن الله يعلم أن هذه الدنيا فانية وأن هذه القصور والكنوز ستفنى وتدمر ذات يوم كل من عليها فان سيبقى العمل لذلك أراد لهذا النبي أن يعمل أكثر ويدعو أكثر ويصبر أكثر لينال المرتبة العليا المقام المحمود عند ربه سبحانه وتعالى فإذن هنا يتدخل أولو العلم وقال الذين أوتوا العلم وي لكم والويل كما قلنا في بعض التفاسير هو هو واد في جهنم والعياذ بالله وي لكم ثواب الآخرة خير لمن آمن واتقى وي لكم ثواب الله خير وي لكم ثواب الله خير يعني انظروا لثواب الله انظروا للآخرة لا تنظروا للدنيا اياكم ان تنظروا لهذه الدنيا الفانية البائسة هنا ايها الاحبة الذين ارادوا الحياة الدنيا لم يقتنعوا بكلام الذين أوتوا العلم الذي لديه علم ينظر لبعيد ينظر للآخرة فخسفنا به وبداره الارض عندما خسف الله به الارض هنا بقى الذين تمنوا مكانه بالأمس ماذا قالوا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا انمن الله علينا لخسف بنا وفي قراءة لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون اذا عندما رأوا الخسف قالوا لا الحمد لله اننا لم نكن مثل الحمد لله ان الله لم يستجب دعاءنا ونكون مثلهم بالأمس كانوا يتمنون يا ليت لنا مثل ما اتي قارون فعندما خسف به قالوا الحمد لله يعني انظر اخي الحبيب فأنت عندما يضيق رزقك لا تقول لماذا اعطى الله فلان ولم يعطني انت لا تدري هذا فلان ما هو مصيره لا تدري ما هي مشاكله لا تدري لا تعلم الغيب اصلا لذلك اخي الحبيب ارضى بقضاء الله فمن القوانين المهمة للرزق التقوى طاعة الله لان الرزق ليس المال اخي الحبيب الصحة اهم من المال يعني لو اردنا ان نقيم نعمة البصر كم تساوي الان انت لو لديك مليار دولار ولكنك اعمى وقيل لك المليار دولار سترد اليك بصرك بصرك انا واثق ان اي انسان سيدفع هذا المبلغ مقابل ان يبصر اذا انت احصب نعمة السماء احصب نعمة القلب نعمة الدماغ نعمة العقل نعمة كم اذا الصحة اهم بمليار مرة من المال التقوى هنا التقوى تقودك لرزق الصحيح ما هو الرزق الصحيح ان يعطيك الله المال ولو كان قليلا ولكن يعينك في انفاقه على الوجه الذي يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى اذا في القرآن الكريم عندما نتأمل اكثر من مئة اية تحدثت عن الرزق نجد ان كثير من هذه الايات ارتبط الرزق بالتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اذا اردت ان ترزق بغير حساب اذا عليك بالتقوى الرزق من قوانين الرزق انه تابع لمشيئة الله ويجب ان نعلم هذا ايها الاحبة الله تعالى يقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من يشاء هو عز وجل ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى الشيء المهم ايضا من قوانين الرزق احبتي في الله صلة الرحم لان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد ان صلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق فاذا كان رزقك ضيق صل رحمك بر الوالدين على رأس صلة الرحم هو بر الوالدين من احب الاعمال الى الله طيب اي عمل يحبه الله يجب ان تمارسه الان ليزيد رزقك التزم بالصلاة على وقتها اكثر من الصيام اكثر من الاستغفار كما قال سيدنا نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار هذا رزق ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار اذا الاستغفار احد قوانين الرزق ولا يغرنك اخي الحبيب المليارات التي يملكها الملحدون هذه ستكون ستكون نقمة عليهم يعني كما قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين غرتهم الحياة الدنيا ان الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون هؤلاء ليس لهم في الاخرة الا النار اذا من قوانين الرزق ان تستغفر الله ان تتق الله ان تبحث عن الاعمال التي يحبها الله ان موضوع الاخذ بالاسباب اخي الحبيب ليس له قيمة لان الله هو خالق الاسباب يعني انسان مقطوع اليدين مهما تبع من اسباب ماذا سيفعل انسان فقد بصره اذا انت الله وضعك يعني وضع لك مجموعة من العوامل نعمة البصر نعمة العقل ربما ليس لديك الذكاء الكافي لان يكون لك هذا الرزق الكبير فالله يعطيك كمية من الذكاء كمية من المعرفة بسببها تحصل على كمية من الرزق هي التي تصلحك انه خبير بصير خبير بشؤون عباده بصير بهم لذلك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ينزل بقدر قدر يعني انسان الله عز وجل يحبه هل يعطيه المال لا انظروا الى حبيبكم عليه الصلاة والسلام لم يكن مليونيرا لم يكن يملك المليارات وليس القصور ليس لديه جنات وليس لديه كان انسان مثل اي انسان اخر ولكن الله اكرمه ان اوحى اليه اكرمه بالنبوة اكرمه بالعمل الصالح اكرمه بالصبر اكرمه بحسن الخلق الرزق الحقيقي اخي الحبيب عندما تعود لبيتك مرتاحا مطمئنا تنام وانت هادئ شخص لديه مليارات ولكن لا يستطيع النوم الا بواسطة المخدرات او الادوية النفسية وهي تسبب له مشاكل وتسبب له اشياء كثيرة جدا طيب ما رأيك بهذا المال انسان لديه المال ولكن هذا المال سيلقي به في نار جهنم ولياذ بالله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون طيب أنا ما أقول أطلب من الله أن يرزقني كمية من الذهب لكي أطغى ثم أعذب بها في أكوى بها في نار جهنم يعني أنت تستطيع أن تلمس عود كبريت تستطيع أن تلمسه كيف ستكوى بهذا المال لا أنا أكون مع الله ألتزم بما أمرني الله به أرضى بما قسمه الله لي وأعظم أنواع الرزق أن يرزقك الله الهداية يرزقك التقوى يرزقك العلم النافع يرزقك رضوانه رضي الله عنهم ورضو عنه يرزقك محبة الآخرين ثقة الآخرين بك لذلك أخي الحبيب لا تستعجل الرزق إنما أنت أسلك هذه الطرق لأن الرزق عند الله فابتغوا عند الله الرزق الله هو عنده الأسباب يعني كلمة سر سر فوق عند الله الأسباب عند الله فأنت كن مع الله تقرب إلى الله لكن يا أخي اليوم إذا رجل غني رجل غني لديه المليارات نجد الناس يتهافتون عليه ويتقربون منه لأخذ الفتات طيب أنت تقرب من الملك مالك الملك سبحانه وتعالى تقرب منه ليكرمك ويرزقك وقل يا رب أنت اختر لي الرزق الذي يصلحني اختر لي الرزق الذي ينفعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزق الآخرة كما قال تعالى ورزق ربك خير وأبقى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته